السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله عمل لكم لانشون الفراخ بطريقة سهلة جدا ومقدير مظبوطة من غير بيض وهيطلع طعمه حلوة قوي كأنكم شارينه من برة وأحلى كمان يلا مع بعض نشوفها نحضره ازاي بالنسبة للمقدير معانا نص كيلو من صدور الفراخ متقطع قطع كباية مية صغيرة فيها قطع من التلج ربع كباية من الزيت نص كباية من النشا أو من الدي زي ما تحبه بس اللي معايا هنا ده نشا معلقة صغيرة من البيكنج بودر بالنسبة للتوابل اللي هنحطاه عليه ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود معلقة صغيرة من البابريكا معلقة صغيرة من التوم البودرة نص معلقة صغيرة من الملح مكعب من مرأة الدجاج ولو مش عاوزين تستخدموه ممكن ما تحطوهوش بس هو بيزبط طعم اللانشون جدا ويديله طعم الجاهز أنا ما بستخدموش في الأكل إلا في حاجات معينة بس علشان برضو نحاول نوصل طعمها تبقى زي اللي بنشتريها من بره أول حاجة هنعملها هنجيب الكابة وننزل بكباية الميا اللي فيها مكعبات التلج ونص كباية النشا لو حابين تستخدموه الدقيق استخدموه مكعب المرأ وربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود معلقة صغيرة الملح معلقة صغيرة بابريكا معلقة صغيرة التوم والمعلقة الصغيرة من البيكنج بودر وننزل بنص كيلو صدور الفراخ المتقطعة لو حابين تفرموا صدور الفراخ الأول وبعد كده تبقوا تضيفوا عليها الحاجات دي ممكن تعملوا كده وبرضو لو الكابة بتاعتكم صغيرة تعملوها على مراحل مش لازم تنينتو تحطوها كلها مرة واحدة وتفرموها علشان تبقى سهل عليكم وربع كوباية الزيت ونبدأ بقى نضرب هنفرمهم لحد ما يتفرموا فرم ناعم جدا واحدة واحدة كده ما تنسوش بقى اللايك واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس بعد ما تضربوا معايا بقوا بالشكل ده عايزين نضربهم ضرب ناعم جدا هنجهز بقى البلاستيك اللي احنا هنحطه فيه هنفرد كده احنا هنحتاج كزا طبقة علشان نغلفه بيها هنجي على البلاستيك كده وننزل بمعلقة من الزيت وندهنها بالفرشة علشان لما نيجي نحط عجينة الفراخ ما تغلبناش وإحنا بنعملها رول هننزل بقى بعجينة اللانشن لو حابين تعملوها رول كبير هتنزلوا بالكمية كلها والأفضل لانتو تقسموا الكمية نصين وتعملوها اتنين رول بيبقى أسهل جدا في التقطيع أنا نزلت هنا نص الكمية علشان النص التاني هسويه بطريقة تانية لو حابين تجوفوا هنا شريح من الزيتون أو حبوب الفلفل الاسود ديفوها ولو حابين تاخدوا العجينة دي وتعملوا منها أصابع صغيرة زي الكفتة كده وتلفوا برضو عليها البلاستيك هتبقى برضو حلوة جدا هابدأ ألم البلاستيك كده عليها وحاول أعملها زي الرول ألم كده الجنبين على بعض أنا عايز أعملها زي اللسطوانة دهنة الزيت اللي دهناها على البلاستيك سهلت لنا جدا ما خلتش العجينة تلزق معانا وتغلبنا هحاول ألم كده من الجنبين ولف وكل ما ضغط الهوى بيخرج منها هقص كده الجنبين علشان هجيب قطعة تانية من البلاستيك ولفها فيها هبدأ ألف تاني بالبلاستيك هنعمل كده طبقة كده علشان لما نيجي نسويها الميا ما تدخلش فيها كده كويس قوي هنحاول بقى من الجنبين كده نلم قوي علشان تعمل لنا شكل الاستوانة ونربط من كل جنب ونضغط قوي ونربط من الجنب التاني قايبقت بالشكل ده زي الاستوانة بالزبط هنجيب بقى ورقة الفويل علشان نلفها فيها هنفرد ورقة الفويل ونبدأ نلف هنعمل كام طبقة برضو طبقتين كده هنلف ونضغط كويس هنحاول نلم من الجنبين قوي علشان نحافظ على الشكل ونجيب ورقة كمان علشان نضمن ان ما يدخلهاش اي ميا واحنا بنسويها وهنقص من الطرف التاني ونبدأ نلف الورقة عليها واحنا بنلف بنضغط وهنلم كويس من الجنبين هتبقى بالشكل ده كده جاهزة معنا على التسوية هنيجي بقى للطريقة التانية اللي هنعمل بيها اللانشون هنجيب مجة عندنا وننزل بمعلقة من الزيت وندهنه كويس جدا علشان لما نيجي ننزل فيه عجينة اللانشون ما يلزقش فيه الطريقة دي سهلة للي مش حابب يعمل في الأكياس ورق الفويل دي سهلة جدا هننزل بالعجينة هنملل مج بالعجينة كلها وانتو بتنزلوا بالعجينة حاولوا تضغطوا لتحت علشان كلها تبقى قطعة كده متماسكة ما بقاش فيه أي فراغات ونساوي كويس ونخبط كده المج لتحت براحة علشان كل العجينة تبقى متماسكة كده مع بعض هنجيب رشة زيت صغيرة كده ونحاول نساوي الوش بيها علشان يطلع ناعم كده ومتماسك أو تساوى بالشكل ده هجيب قطعة من ورق الزبدة مربعة كده وهدهنها دهنت زيت خفيفة وهغطي بيها وش المج علشان لما يجا سويه وبلاش تملو المج للآخر علشان لما نسويه هيرتفع لفوق ما يبقاش مرتفع جدا هنكون بقى مجهزين حل على النار فيها ميا الميا بتكون بتغلي هنهدي النار خالص عليها احنا مش عايزين هتقعد تغلي كتير احنا عايزين تبقى بتغلي بسيط جدا ما نحسش بيها فكاقيع ميا كده بتطلع منها هننزل بالرول اللي احنا عملناه من اللانشون اللي ملفوف بورق الفويل والبلاستيك وننزل بالمج كمان ونغطيه بورقة الزبدة احنا مش عايزينه يغلي جامد كأن بالزبط الميا فيها تنميل بسيط هنغطي بقى بالغطى ونسيبه في حدود ساعة لربع لساعة وفي النص كده احنا بنقلبه بنديله تقليبة للناحية التانية بالزبط كده في نص المدة بالزبط والمية هي قدامنا ما بتغليش جامد لحد ما يستوي بصوا حضراتكو اللي في المج ارتفع والساوى تمام هنبدأ بقى نشيلهم من على النار بعد ما خرجناهم من النار المج كده وهو سخن هنحاول نفك فيه كده من الجناب علشان ينزل معنا هبدأ بقى نزله نزل معنا ما لزقش علشان دهنين المج بالزيت وطالع حلو جدا جدا وطريقة سهلة كمان في التسوية للي يحب يعملها لكن اللي ملفينه بورقة الفيل هنسيبه لحد ما يبرد خالص ممكن كمان نحطه في التلاجة ساعتين وبعد كده نفكه ونقطعه وكمان دوت مش هنقطعه دلوقتي لحد ما يبرده معنا وبعد كده نفكهم بعد ما بردوا وحطتهم في التلاجة ساعتين هبدأ بقى فكهم هنفك الكيس من عليه لو مش حابين تحطوا في البلاستيك دوت ممكن تجيبوا أكياس الشاوي اللي احنا بنشوف فيها في الفرن وتفردوها وتحطوا فيها اللانشون وبعد كده تلفوها بورقة الفيل زي برضو ما تحبوا طالع حلو جدا متماسك بعد ما برد معنا او بالشكل ده هنبدأ بقى لشان نقطعه هنحاول نقطعه شرايح خفيفة رفيعة طالع حلو جدا جدا وطعمه كمان أحلى كتير كتير لو كنتوا اشترتوه من برا وطري جدا معنا وعملينه في البيت وعارفين ايه المكونات اللي احنا حطينه فيها اعملوه للأولاد هيحبوه جدا وهيعجبكم كمان جدا جدا هنقطع كمان اللي احنا عاملينه في المج علشان تشوفوه برضو طالع حلو جدا اعملوا الحاجات دي في البيت بتطلع نتيجتها حلوة قوي ومضمونة وانضف كتير واوفر كمان من انتو لو اشترتوه من برا الكمية دي طلعتلي 720 جرام بتبقى حلوة جدا بتبقى حاجة موجودة في البيت للسندوتشات للأولاد ياخدوها المدرسة جربوه بإذن الله يعجبكم يارب اكون قفت حضراتكم ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل الفيديوهاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته